وفي خطوات الارتقاء بالتعليم تم افتتاح معهد الفنون الجميلة بقضاء الضلوعية التابع لقسم تربية القضاء وسيتم قبول الطلبة من خريجي الثالث المتوسطة أدعى اعتدارة المعهد الراغبين للتقديم الإسراع في تقديم استمارتهم سنوات الدراسة بالمعهد هي خمس سنوات والأقسام الموجودة بالمعهد حاليا هي قسميا قسم الخط العربي وقسم الفنون التشكيلية جنس المعهد معهد بنين فقط هذه السنة أما بالسنة القادمة إن شاء الله سنفتح قسم الفنون المسرحية ويقبل الذكور والأناث لأنه قسم الفنون المسرحية يقبل اختلاط دون عن باقي الأقسام طبعا خطوة جبارة أول ما نبدأ نقول كقسم تربية الضلوعية داعمون بهذه الخطوة الجبارة التي نشكر أيضا ندعمها ونشكر من سعى بها منذ الهرم وحتى آخر حلقة فيها طبعا كما ذكرنا أنها خطوة في مسارها الصح لأنها نواء لبناء جيل واعي وكانت هناك طبعا من خلال مسارتنا التربوية وجدنا أو لمسنا هناك من لديهم هذه الطاقة المدثرة فما علينا إلا إحيائها بهذا المكان أو هذا الهرم الصرح الذي يعتبر أيضا سند للمنطقة جمعا فنقف جنبا إلى جنب مع الأستاذ عباس والكوادر التربوية للوصول إلى قمة الهرم معهد فرصة عظيمة جدا منطقة الظلوعية منطقة الظلوعية تتميز بكوادر علمية وناس قيادين فهو صرح علمي جديد يضاف إلى مدينة الظلوعية المعروفة طبعا بكوادرها العلمية وثقافتها وتاريخها حقيقة كنت متابعة منذ أن كنا نشغل منصب معاون الإعداد والتدريب في تربية صلاح الدين سابقا لموضوع معهد الفنون الجميلة في قضاء الظلوعية وكان هناك تعاون من قبل قسم تربية الظلوعية بالإدارة السابقة المتمثلة بالأستاذ رياض وتابعنا بشكل شخصي مع وزارة التربية لحين استحصال الموافقات الأصولية من قبل معالي وزيرة التربية لذلك نتقدم بشكرنا جزيل له ولإدارة تربية صلاح الدين قسم الإعداد والتدريب أيضا وقسم تربية الظلوعية الحالي المدير الحالي الأستاذ عبد ندعو شبابنا الواعي كذلك أيضا للتقديم للمعهد حسب رغبتهم وهوايتهم لمن يرغب في ذلك هناك استمارة حاليا موجودة على مواقع التواصل الاجتماعي طبعا معحد فنون جميلة في الظلوعية بادرت خير هذا يدل على شيء يدل على أنه المنطقة بدأت تنهض ثقافيا وحضاريا بدأت تحتكم العالم الخارجي هناك بصمة للفن أصبحت الذي كان حكر على مناطق دون مناطق أخرى أصبحت الآن الظلوعية من الأقضية الأولى في صلاح الدين التي تهتم بالفن وشؤون الفن وهذا شيء جميل بالمناسبة قبل أقل من عشرة أيام تم عرض مسرحية في اتحاد شباب بلد تأليفي وأخراجي وهذا ضمن هذا سيقر نتمنى لهذا المعهد والقائمين عليه التوفيق والنجاح ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر